نقلت صحيفة The New York Times الأمريكية عن مسؤولين عسكريين في القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا أفريكم قولهم إن موجة من الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد مقاتلي داعش في جنوب ليبيا عرقلت بشكل كبير جهود التنظيم لإعادة تنظيمه وتنفيذه لهجمات في ليبيا وحضرت أفريكم من أن استمرار النزاعات في ليبيا قد تساهم بصعود تنظيم داعش من جديد سلسلة من الضربات الأمريكية ضد تنظيم داعش في ليبيا كانت كفيلة بالقضاء على ثلث مسلحي التنظيم هناك الغارات الجوية وفق مسؤولين عسكريين في القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكم نفذت في سبتمبر الماضي باستخدام طائرات من دون طيار من طراز MQ-9 Reaper انطلقت من النيجر مستهدفة مسلحي التنظيم في جنوب غربي ليبيا ووفق الأفريكم شنت الطائرات أربع غارات على مدى عشرة أيام قتلت فيها أكثر من أربعين مسلحاً من بينهم قادة من أصل 150 متمركزين في المنطقة ويقول مسؤولون عسكريون أن الفوضى في ليبيا إلى جانب انهيار التنظيم في سوريا والعراق ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي أدوا لتشتط التنظيم في بعض المناطق لكن من جهة أخرى ساهم ذلك بتشكل معسكرات جديدة لداعش في الصحراء الليبية وكبحت الضربات الجوية وفق مسؤولين جماح التنظيم إلى جانب دفعه لتحويل استراتيجيته من الهجوم إلى الدفاع وهو ما أدى لتراجع العمليات الإرهابية التي يقودها داعش هناك ورغم تقلص نفوذ داعش والخسارات المتتالية التي مني بها لا يزال مسؤولون عسكريون يحذرون من خطر تصاعد نفوذه مجدداً مع استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي توفر مناخ مناسباً لنمو التنظيمات المتطرفة وتجنيدها لمقاتلين وللحديثة أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الباحث السياسي في معهد الشرق الأوسط ميدال إيس إنسيتيوت الأستاذ محمد سليمان في قراءة أولى كيف تنظر إلى هذا التقرير؟ أرى أنه تقرير لحد ما يوضح ترجعها الأمريكية في التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية في عراق والشام خصوصاً بعد مرحلة سقوط التنظيم في معاقله في الشام والعراق ويرى أنه القصف الجوي هو الأسوب الأمثل للقضاء على التنظيم بدون إنزال قوات أرضية ما حدث في ليبيا أنه التنظيم عندما قثر معاقله في ديرنا وسيرت توجه إلى الجنوب حوالي 500 كيلو متر من ترابلس في جنوب غرب البلاد وهذا المعاقل يتواجد فيه معسكرات تدريب ولكن حجم التنظيم ليس بكثير حجم التنظيم حوالي 150 إلى 200 فرد تم استهداف ثلثه وتم مقتل زعيم التنظيم في تلك البقعة مالك الخازمي وهو قم بتجنيد العديد من الليبيين للذهاب للحرب الأهلية في سوريا في الأعوام الثلاثة الأولى كما قلت أستاذ سليمان حجم التنظيم ليس بكبير ولكن إلى أي مدى فكرة التنظيم وفكره الإرهابي لا تزال موجودة وبالتالي الخوف من إعادة هيكلية نفسه بين الأفراد المنتشرين ليس فقط في ليبيا أو في سوريا ولكن هم منتشرين في أكثر من دولة عربية أتفق معاك وتحديدا في ليبيا حاصل حدود الجنوبية حدود رخوة مع مالي وتشاد والسودان وحرية انتقال المقاتلين والأسلحة من الجنوب للمنطقة الرخوة في ليبيا بشديد السهولة ولذلك الاستهداف الأمريكي استهداف لتلك الخطوط وقاطع خطوط الاتصال وجاءت ذلك الهجوم عن طريق أفريكام كما ذكرت يعني إلى أي مدى انهيار التنظيم نحن نعلم بيعني كما قلت بعد مقتل البغدادي وتضاؤل أعداد التنظيم ولكن إلى أي مدى انهيار داعش الآن بصفته التنظيمية كتنظيم يعني فقتنه القدرة الكاملة على شن أعمال الإرهابية في المستقبل في رأيي أن عامات داعش المستقبلية سوف تكون معتمدة أكثر على أسلوب الذئب المنفرد الهجمات التحرية في دول وبلدان بعينها أما فيما تعلق بليبيا سوف يكون الأولوية للتجنيد في المنطقة الجنوبية في شمال أفريقيا لم تكن معقل شديد للدولة الإسلامية بسبب دول كمصر والجزائر وتونس حيث التعامل الأمني كان شديد وتم تفكيف خلايا الدولة الإسلامية الدولة التي يوجد فيها صعوبة للسيطرة على التنظيم هو ليبيا ولكن الحجام الآن حجام ضئيلة جزء منه بسبب الحملة العسكرية لأنها خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي على المناطق الجنوبية الغربية إلى جانب العامات العسكرية الأمريكية النوعية ولكن هناك خلايا إرهابية أو ذئاب منفردة ولكن إذا أرد أن أتحدث أكثر عن ليبيا وشمال إفريقيا هذه أماكن توفر مناخا مناسبا لنمو هذه التنظيمات وتجمعها مجددا وهنا السؤال إلى أي مدى هناك خطر من تصاعد نفوذه مجددا أرى من الصعوبة لأن التنظيم إلى الآن بعيد عن المناطق الساحلية تحديدا الحزام السبتمودون من طبرق إلى ترابلوس حيث تدور معارك عسكرية بين ترابلوس وبين بني غازي ولكن التنظيم بعيد عن ذلك التنظيم يحاول أن يكون له امتداد في مناطق وسط أفريقيا أكثر شهدنا إعلانات قادمة من مالي وبوركينا فاسو بتأسيس خلايا للدولة الإسلامية بما يعني أن ترك المقاتلين في الأغلب كانوا يهدفون إلى عامات نوعية في الجنوب وجنوب الصحراء ولكن هذا التقرير حذر أستاذ سليمان من أن استمرار النزاعات في هذه المنطقة ممكن أن يعيد تأليف هذه الأفراد ولو كانت منفردة الآن ولكن ممكن أن تعيد تنظيم نفسها بنفسها بكل إذا أكيد في أي بيئة رخوة أو في أي دولة تمر بيحاد حرب أهلية وتوجد سيولة فيما تعلق بيئة الأسلحة والمقاتلين تصاعد التنظيمات العسكرية الإرهابية احتمالية كبرى وتتزايد في ظل أن منطقة جنوب غرب الليبيا تحديدا إقليم فزان إقليم خالي وإقليم لا توجد سيطرة عليه ووجود ميليشيات ليست بخصصا داعش ولكن عدد أيضا من الميليشيات من الممكن تكوينه ولا يمكن الحد من تصاعد تلك الميليشيات بدون وجود قوات على الأرض والأسف الشديد لا يوجد قوات أمنية في ذلك الأقليم لمنع التكونات أضربات الجوية لها حدودها قد يتم اختيال قائد كما شاهدنا مالك زعيم التنظيم في درنة وبنغازي تم مقتله في فزان ولكن ممكن ظهور زعامات أخرى محلية ما الذي يجب فعله برأيك للتعامل مع هذه المرحلة المقبلة في ظل الفكرة التي قام عليها التنظيم لا زالت موجودة عند بعض الأشخاص المتشرين في أينما كان في رأيي التعامل يأتي من خلال تكفيف المنابع تكفيف المنابع بمعنى قطع التمولات والأسلحة واستمرار نقل الجنود والمقاتلين من الجنوب وتحديدا حزام المنطقة الحدودية مع السودان والشاد حيث أغلب المقاتلين القادمين إلى ليبيا يأتوا من تلك المناطق ومنع التنظيم عن حالة الأدواجية الموجودة في شمال ليبيا الأرقام إلى الآن أرقام محدودة في حدود 150 مقاتل لاست بأرقام ضخمة تؤدي إلى زعر في المناطق المجاورة الإدارة الأمريكية طبعا كانت ملتزمة ولا زالت ملتزمة بمحاربة الإرهاب لكنها أيضا ملتزمة بالانسحاب من بعض المناطق منها سوريا أو العراق إلى أي مدى هذا الانسحاب ممكن أن يعني إضعاف الحرب على الإرهاب في تصريح يوم الأربع السابق قال مارك أسبر وزير الدفاع الأمريكي بأنه لا يرى أن هناك شيء على غير العادة في ليبيا ولكن الدارة الأمريكية ترى أنه يجب تقسيس أو الحد من نفوذ التنظيمات الإرهابية بضربات استباقية وضربات نوعية وأرى أنه الانسحاب القوات الأمريكية مع الأرض لا يعني عدم وجود ربات جوية أو عامات نوعية أو مشاركة استخبارات أو عامات استخباراتية مع الأجهزة المعنية في تلك الدول محمد سليمان الباحث في معهد الشرق الأوسط شكرا جزيلا لاندمامك إلينا ضمن من العاصمة في شأن آخر واصلت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في واشنطن جلساتها العلنية في طريق التحقيقات المتعلقة بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمعت اللجنة إلى إفادة السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردن سوندلاند الذي أكد خلال إفادتها أنه كان ينفذ أوامر الرئيس الأمريكي ترامب في أوكرانيا في اليوم الرابع من الجلسات العلنية في التحقيقات في مساءلة الرئيس دونالد ترامب خرج أحد مؤيديه وسفيره لدى الاتحاد الأوروبي ليؤكد أنه كان ينفذ سياسة ترامب في أوكرانيا وأن محامي الرئيس الخاص رودي جولياني كان يعبر عن رغبات الرئيس مطالب جولياني كانت مقايضة تدبير اجتماع في البيت الأبيض بين ترامب وزيلنسكي مقابل إعلان أوكرانيا فتح تحقيق في انتخابات العام 2016 وشركة بوريسما جولياني كان يعبر عن رغبات رئيس الولايات المتحدة وعلمنا أن هذه التحقيقات مهمة للرئيس وبعدها في يوليو وأغسطس علمنا أن البيت الأبيض علق المساعدة العسكرية لأوكرانيا في غياب تفسير منطقي لهذا التعليق وأدركت حينها أنها لن تسلم قبل التزام أوكرانيا بالتحقيقات سوندلند أكد أيضا أن نائب الرئيس ووزير الخارجية وفريق مجلس الأمن القومي كانوا على علم بما سماها حملة الضغط على أوكرانيا في المقابل رحب رئيس لجنة الاستخبارات أدم شيف بشهادة سوندلند أعتقد أن شهادة اليوم من أهم الأدلة حتى الآن وما سمعناه من السفير سوندلند أن المخطط هو اشتراط عقد اجتماع البيت الأبيض والمساعدة الأمنية بحصول الرئيس على ما أراده من تحقيقين سياسيين لمساعدته في حملة إعاذة انتخابه هذا كان مقايضة الرد من الرئيس ترامب على شهادة سوندلند أدى سريعا ترامب نفى أن تكون لديه أي مطالب خاصة من أوكرانيا لاحظت أمرا واحدا وأقول إن اللعبة انتهت ماذا تريد من أوكرانيا سألني سوندلند أسمع الكثير من النظريات هكذا خطبني وسألني في محدثة قصيرة وأجيبه مجددا لا أريد شيئا هذا ما قلته مرتين لا أريد شيئا ولا أريد مقايضة قل لزيلانسكي أن يقوم بالأمر الصائب لا أعرف سوندلند جيدا ولم أتحدث إليه كثيرا ومع هذا يبدو رجلا جيدا كل جهة تنظر إلى شهادة سوندلند من زاويتها الخاصة بالنسبة للديمقراطيين هي دليل مهم على إساءة استخدام ترامب لسلطته كما يقولون أما الجمهوريون فقد اعتبروها دليلا قاطعا على عدم تورط الرئيس بأي مقايضة في أوكرانيا من الكونغرس الأمريكي وفا إجباعي الحرة وبعد قليل ضمن من العاصمة تتابعون الجامعة العربية تعقد اجتماعا طريقا الاثنين المقبل لبحث موقف الإدارة الأمريكية الجديد من الاستيطان الإسرائيلي وزارة الخارجية الأمريكية تدعو القادة السياسيين في لبنان إلى تسهيل تأليف حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب نرحب بكم من جديد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرياض ترفض تماما تصريح الولايات المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفط الغربية يأتي ذلك بينما أعلنت جامعة الدول العربية في بيان لها عقد اجتماعا طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل في القاهرة لبحث موقف الإدارة الأمريكية الجديد بشأن الاستيطان الإسرائيلي دعت توزارة الخارجية الأمريكية القادة السياسيين في لبنان إلى تسهيل تأليف حكومة تملك القدرة والإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد ونقل مراسل الحرة عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن مشاكل لبنان الاقتصادية تتطلب متابعة عاجلة من قبل حكومة ذات مصداقية ولها قدرة على بناء لبنان مستقر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنية